موسيقى صباح الخير وأهلا بكم إلى برنامج كوشك الصحافة من شبكة التلفزيون العربي الذي يأتيكم مباشرة من بيروت السابعة بتوقيت جراناتش معي أنا نجاة شرف الدين ويرافقني في هذه الجولة اليومية للصحافة العربية ودولية الكاتب والصحافي مازين عزي أهلا وسهلا فيك مازين عمليات خروج المقاتلين والمدنيين برعاية تركية روسية في حلب وديمستورا يحذر من تحول إدلب إلى حلب ثانية عنوان مبارز في الصحف العربية التي ركزت على التداعيات السياسية وفي الصحف المعارك والضربات الجوية تتواصل في اليمن وصندوق ياباني روسي مشترك بقيمة مليار دولار بعد لقاءات بوتين وفي العنوين التحقيقات تظهر آثار مواد متفجرة للطائرة المصرية التي سقطت فوق المتوسط في أبرز عنوين الصحف العربي الجديد حلب مدينة محتلة تريد روسيا عملية تهجير سريعة للتفرغ لإدلب وأريافها القدس العربي الحرب ضد تنظيم الدولة تستنزف حكومة بغداد الجيش التركي مقتل تسعة وعشرين من البيكيكي في غارات شمال العراق في صحيفة النهار اللبنانية عود على بدء والثلاثينية عالقة صحيفة الاتحاد الإماراتية ألغام إيران تقتل وتصيب ثلاثمائة مدني بمأرب وشبوة تقدم كبير لقوات شرعية في صنعاء وتعز والبيضاء صحيفة دستور الأردنية دحلان سيستأنف حكما بسجنه ثلاث سنوات وتغريمه ستة عشر مليون دولار اقتحام للأقصى وسط مواجهات عنيفة في القدس صحيفة الجريدة الكويتية القاهرة آثار متفجرات في طائرة فرنسا الرئيس الأسد يبارك بتحرير حلب معتبرا ما حصل تحول الزمن إلى تاريخ وموسكو تضمن الاتفاق ووزير الخارجية الفرنسي يدعو بعد لقاءه دمستورا إلى استئناف المفاوضات السياسية لحل الأزمة السورية عنوين في الصحف الغربية والعربية وفي التحليل أسئلة حول حقيقة المواقف الدولية والخلافات بشأن حلب ماذا يعني بالصحف التي تناولت موضوع حلب اليوم هو الموضوع الطاغي بمعظم الصحف الغربية والعربية انقسمت بين اثنين من يدين هذا الموقف الدولي المتفرج على ما يحصل في حلب ومن يعلن انتصاره في هذه المرحلة وتحول هذه المحطة إلى محطة تاريخية ما بعد حلب ليس كما قبله كيف يمكن أن نقرأ هذا المشهد؟ طبعا هذا يعكس الميزان القوى على الأرض في مشروع تمكن بهزيمة المعارضة بحلب من فعلا إعلان الانتصار وفي مشروع هزم حاليا على الأقل بهذه النطاق الجغرافي الموسمى شرق حلب في مشروع هزم وفي مشروع انتصر فالتالي هذا عم بيعكس المزاج اللي على الأرض وطبيعي كثير أنه تكون صحافي صدر للواقع يعني كيف يمكن أن تترجم انتصار هكذا بوجودها الأد دماء على الأرض وبوجودها الأد تدعيات؟ يعني هو انتصار بكل أحوال بطعم الهزيمة يعني انتصار بالأخير على مدنيين وعلى ناس عزل أوكي فيه مسلحين وفيه مقاتلين وعددهم مش قليل ولكن كان في عنا 300 ألف مدني بحلب الشرقية خلاله سبعين كانت المنطقة عم تتقلص شوي شوي مع هجوم الميليشيات من كل الجهات عليها طبعا صار فيه كثير مجازر صار فيه قتل وذبح على الهوية وحالات اختفاء لأكثر من خمسة ألاف شاب ذكر يعني بسن التجنيد ففعليا الانتصار بالحروب لأهليبيا هو هزيمي بالمعنى الأخلاقي هو هزيمي هو ليس انتصار عقولي بدأ أحكي بالموضوع السياسي وتدعياته السياسية ما حصل بحلب إنما ننتقل إلى أبرز ما ورد من تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي حول تطورات الأزمة السورية اشتركوا في القناة نزل يعني فيه كتير غضب عم نشوفه على وسائل تواصل الاجتماعي قداش فعليا بيعكس مدى اللي عم بيصير على الأرض يعني يعني ما بعرف أنه سنرجع سنعود لن تكون النهاية يعني جزء من استمرار لنفس التعليقات على كل هزيمي بتتعرض للمعارضة بيرجعوا بيعيدوا هذا الحكي في مشكلة حقيقية عند المعارضة أول شي عقلية الإنكار ما عندها قدرة فعلا على الوقوف وتقول أنه أيه هزمنا لا ما عندها هي مستمرة دائما بنفس العقلية أنه لا نحن ما نهزمنا وكل مالا عم بيخسروا وبيخسروا والأرض عم بيخسروا بيريف دمشق خسروا حاليا بحلب الشرقية خسروا وفي مشروع ماشي مشروع له علاقة فعلا بالسيطرة بالهيمنة بإعادة بناء ديموغرافي بتغيير سكاني عم بيصير هذا الشيء للمعارضين طبعا طب الاعتراف بالهزيمة ماذا يعني؟ إذ قالوا نحن نعترف اليوم إن هزمنا شو مشروعه المقبل؟ هو الانخراط بالعملية السياسية أم ماذا؟ أكيد أول شغلة بتحملها هي أنه في حالة أنه السلفي الجهدي المقاتلي بسوريا صار ينبغي إسقاطها بأي شكل من الأشكال هذه هي المشكلة الكبرى اللي كانت موجودة لدى المعارضة السورية تحلفة مع هذه المجموعات واللي أثبتت فعليا أنه هي مسمار جحة بالنسبة للغرب لضربة مسمار جحة بالنسبة لإيران وروسيا لضربة وبنفس الوقت المعارضة لا تستفيد شيء يعني هي عم تخسر كل ما عندها عم تخسر أرضها أرواحها بيوتها إمكانياتها وبنفس الوقت الإسلاميين بيرجعوا بيطلعوا وما بيقدموا أي بديل يعني شفنا مثلا من مراجعات الإسلاميين مثلا لتجربة أفغانستان ولا تجربة حتى الإخوان المسلمين بسوريا بالثمانينات أنه بيرجعوا بعد الهزيمة بينتقدوا حالهم وبيجعوا بيكرروا نفس الأخطاء بيكون السمن هو المدنيين والناس اللي هي على الأرض بالصحافة التي تناولت موضوع سوريا موقع الهافنغتون بوست الأمريكي تحدث عن مأساة حلب في مقال حمل عنوان سقوط الدمير العالمي في حلب وقال إن هناك توجه جاد من قبل الشركاء في الأزمة السورية بتحسين الصورة النمطية للأسد قبل أن يتم تغييره لاحقا عبر السماح لقواته العسكرية وحلفائه بالسيطرة الكاملة على مدينة حلب التي تعني للأسد انتصارا حقيقيا ومعنويا لأهميتها الاستراتيجية للسوار والسوريين جميعا ومن ثم ستأتي خطوة نزع السلاح من المعارضة وقبولها بالجلوس على طاولة التفاوض دون شروط مسبقة يعني هل يمكن اليوم من خلال ما حصل وتوجه جديد بموضوع حلب؟ لا أكيد لا أكيد لا يعني كل أخلاقيات المجتمع الدولي ومحاضراته الإنسانية وفاق فجأة على حلب رغم أنه وصل من ستة شهور محاصرة والمعارك شغالي والقدم شغال هل لقفاق مجلس الأمن والمجتمع الدولي أنه ما يحصل مجزرة وجريمة وإلى طيب فيه طرف عبينتصر علي أساس أنت قادر أنك تقول أنه أنا نعمل عملية سياسية ونغير المعادلة على الأرض بالأخير اللي عبينتصر على الأرض هو اللي بده يفرط شروطه بالتالي أنه المجتمع الدولي ما عنده أي نفوذ على الأرض مش المجتمع الدولي أنا عم بحكي عن الغرب وأمريكا في حال بدني غيره النظام فهذا صار توليت يعني بالنسبة لألون أنه شو عوامل قوتكم فيه الروس والإيرانيين موجودين وبقوة هائلة طيب أنتو شو بتكون تساوي أي بس كمان الأوروبيين يعني لما بتحولوا مسؤولي للمجتمع الغربي وكأنه أوروبا هي التي ستقود هذه الحرب أنه بالنهاية هي لا تريد أن تتورط في هذه الحرب حتى الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تتورط في هذه الحرب وبالتالي أنه شو بتقدر تقاتلي ما بقى عندهم غير خطاب إعلامي بس وكل الكلام هو خطاب إعلامي طيب فيه طرف منتصر فيه طرف عبينتصر طيب كيف أنا بدي يفرض عليه شروط كيف يغير النظام بهذه الحالي يعني عم تعلموني أنه نروح نخضع يروحوا يخضعوا للعملية التفاوضية السياسية وما يطرح عليهم اليوم بالنسبة للمعارضة إذا بدأت تقبل حسب الهفينغتون بوست أنه تقعد بدون شروط مسبقة على التفاوض طيب على شو بدأت تفاوض على تغيير بنية النظام طيب النظام مش حيط مثل ما كان عم ينطرح بجناب بس الكل اللي بيعرف أنه الحكومية ما بتعني كل شيء بسوريا يعني معنات المعارضة بتقبل ببقاء الأسد والدخول إلى السلطة ما رح تدخل إلى السلطة رح تكون يعني تعطى أدوارها مشي للغاية إعلاميا يعني هذا التشارك هو جزء من لوهم كمان حتى العبين قاد حاليا على شو بدأت تشارك على وزارة زراعة أو وزارة مهاجرين مثلا بصحيفة الحياة راغدة درغام نشرت مآل وقالت فيه أنه حلب ورقة تمهدية في الصفقة الكبرى وسألت ماذا تريد روسيا في سوريا كل شيء تريد روسيا كل شيء من القواعد العسكرية إلى الاستفادة الاقتصادية لمرور النفط والغاز إلى أوروبا إلى الاستثمار وربما إعادة البناء إلى استخدام النفوذ في سوريا للمقايدة في أماكن أخرى مع الولايات المتحدة وأوروبا في الصفقة الكبيرة إن لم يكن في الصفقة الكبرى روسيا هادنت تركيا والصفقة بين فلاديمير بوتين ورجل طيب أردوغان لها أكثر من عنوان أردوغان دخل ساحة الحرب في سوريا لتنظيفها من الخطر الآتي إليه من الأكراد فاستخدمها لصحق المنظمات الكردية التي يصنفها إرهابية بمعونة الأمر الواقع من روسيا في المقابل أتى الصمت الرهيب من تركيا ومصر والدول الخليجية على المعركة الروسية في حلب بكل تجاوزاتها في إحدى أكبر المدن السنية هكذا عاونت تركيا روسيا كأمر واقع كما طلقت منها المعونة في مسألة الأكراد يعني بالنهاية هي مقايدة هذا رأي راغدة درغان واللي ما باتفق معه تقريبا بشي الموضوع مش هيك الموضوع أنه الصراع له طبقات منه طبقة واحدة وهو فعلا مثل قشرة مثل بصلي يعني كل ما تشيلي قشرة في قشرة ثاني المشكلة معقد كثير ما بين صراع أهلي ما بين صراع أقليمي ما بين صراع دولي بعدين ماذا تريد روسيا في سوريا أنا مني موافق أنه هذا اللي بتريده روسيا بسوريا روسيا تريد موراء سوريا روسيا لا تريد شيء فعليا بسوريا أوكي ممكن بهمة كثير مرفع قواعد عسكرية ولكن البهمة هي أنه إعادة دورة كدولة عظمى عم بتفاوض الأمريكان وقاعدة مع الأمريكان وش بس بالمنطقة على مستوى العالم بالنسبة لي إلى سوريا هي تفصيل ما بتعنيلها سوريا حقيقة ما بتعنيلها يعني تفاوض على أوكرانيا من خلال سوريا تفاوض تفاوض على وجود روسيا كلاعب دولي هي ما اعتبرها أنه كل ما أمضت روسيا وقت أطول بالتفاوض مع الأمريكان فهذا لأنه روسيا ذات أهمية مش مهم لبروسيس اللي عم بتصير على الأرض يعني لقاءات بين لافروف وكيري اللي استمرت على وصف مدير كارنيجي بموسكو ديمتري ترينين أنه قاعدوا مع بعضهم أكثر ما قاعدوا مع زوجاتهم هذا اللي بيعنيل رؤوس ما بيعنيلهم شو صار ما بهمهم تتويج ما حدث باتفاق بسوريا أوكي ممكن بلحظة من لحظات أنه يعني يزبطوا شيء بس أنه هل رح ينظفوا هذه الفوضى كلها منهم معنيين ولا بهم من بصحيفة بموقع ديلي بيست الأمريكي تحدث عن سياسات الولايات المتحدة في سوريا في عهدي ترامب وأوباما وصلتها بالعلاقات مع إيران وقال اعترف مسؤولون بإدارة أوباما بأن سعيهم في سبيل اتفاقية نووية مع طهران كان سببا رئيسيا في عدم تدخلهم لدعم المعارضة في الحرب الأهلية السورية وسقوط حلب كان نتيجة مباشرة لهذا الخيار احترام الأملاك الإيرانية في بلاد الشام كما سماها أوباما نفسه كان متكاملا مع مساعيه الطويلة للتسوية السياسية للصراع الذي دام خمسة أعوام ونصف والتي تضمنت عدم مواجهة قاسم سليماني والاتفاق على أي عدد من المشاريع المضيعة للوقت بين جون كيري وسيرجي لافروف في سويسرا المثير للسخرية أن سياسة ترامب الخارجية بعد كل الاستعراض وكل هذه الاتهامات التي وجهها لأوباما بسبب هذه أواصر الصلة مع الإيرانيين أعداء الأمريكا ربما تنتهي به إلى محاولة فعل ما حاول سلفه وفعله بالضبط والفشل في فعله لذلك هل أوباما كان فعليا بموضوع الاتفاق الإيراني يعطي سوريا لإيران أو يتنازل عن موضوع السوري؟ مش يتنازل ما كانت إلولا يتنازل عنها يعني بالأخير لأنه منطقة متقاتلة عليها وضمن الاتفاق الإيراني هو بهم كان تتويج هذا الاتفاق الإيراني وتثبيته كواحد من الليجاسي اللي ترك أوباما الإرث الإرث طبعه فبالتالي ما بتعني له سوريا يعني أمريكا بتطور عزالي من وقت ما إجاء أوباما وما لنا مضطرة تفوت بمعركة مع الروس والإيرانيين على سوريا ما بتهموا المركز كان بالنسبة لأوباما هو فعلا الحفاظ على الاتفاقي النووي يمكن بكير بعد نحكم على ترامب بدأ أحكي عن موضوع ترامب وشو الإحتمالات خاصة بظل العلاقة الجيدة والوطيدة مع بوتين ولكن بعد توقف مع فاصل قصير أهلا بكم من جديد في برنامج كوشك السحافة وأنه رحب مجددا بضيفنا الكاتب والصحافة مازن عزي مازن يعني قبل الفاصل كان عم نحكي عن سياسة أمريكية في موضوع سوريا يعني اليوم نحن بمرحلة انتقالية كتير تحليلات حكيت على قصة استغلال روسيا لهذه المرحلة الانتقالية وأخذ حلب وبالتالي فرض أمر واقع جديد يعني هل فعليا هي هيك أم فيه إمكانية يعني هيك ليكون فيه تعاون كتير بمرحلة المقبلة العلاقة الجيدة بين الشخصين يعني هو الرجل الأكيد أنه الروس عم بيستغلوا هاي الفرصة طبعا بهمون كثير يعني بدليل مثلا أنه الاتفاق كان عم بيتفاوضوا الروس والأمريكان على تأمين خروج مسلحين من حلب بآخر لحظة فرطت هاي الاتفاقات وراحوا وعملوا اتفاق مع تركيا إذن بدل ما اتفق مع الدولة العظمى بالعالم اللي هي أمريكا أنا عم بروح اتفاق مع الاتراك أنه اللي بدأ أعطيها لكيري أو لإدارة أوباما فأنا عم بروح مع دولة إقليمية بيشتغل مش معكم هاي كانت إهانة كبيرة للأمريكان ولكن يعني بتندرج ضمن سياق حالة الصعود اللي عم تشهدها روسيا حاليا كيف عم تعيد فوزيع دورها بالعالم كيف عم تعيد إظهار نفسها كلاعب دولي كلاعب المهي من المسيطرة المنطقة حاليا على الأقل مع ترامب الأمر ما بعرف قديش رح يختلف مع الروس خاصة نعين وزير خارجيته اللي هو مقرم من بوتين وهو ما له علاقة بالسياسي وما سبق شغل مناصر سياسيه هو على العكس هو رئيس أحدى كبرى شركات النفط واللي كان متفاوض سبق مع الروس على استغلال حقوق النفطية قبل ما تصير الأزمة الأوكرانية ترامب ممكن يكون ما عم بيعملوا الروس ولكن مع احتواء الدور الإيراني هذا شوي التناقض اللي عم بيصير بالإدارة الأمريكية هنا مع تطويق إيران مع الحد من حجمها ولكن مع العمل والمتكامل مع روسيا حاليا هذا اللي عم بيسموه بالمحوى الروسي الأمريكي الجديد اللي ممكن يظهر واللي ممكن فعلا يعتمد كثير على الكيميا ما بين شخصيتين قوايا كثير مثل بوتين والترامب يعني فيه كثير من العوامل المشتركة بيناتهم لعلى ما يبدو مصير الكوكب رح يكون معتمد على الكيميا بيناتهم ما بعض بصحيفة القدس العربي تناولت بوادر الحراك الثوري الداعي لحل الفصائل المعارضة وذلك بعد عمليات إفراغ حلب وقالت التقت قيادات ثورية وفصائلية اعتزلت العمل المسلح منذ سنوات في إحدى بلدات محافظة إدلب قبل عدة أيام وتم الاتفاق خلال اللقاء على تشكيل مجالس عسكرية جديدة في كل محافظة من المحافظات السورية يرأسها الضابط من ضباط الجيش السوري الحر الذين انشقوا عن جيش النظام السوري وإعادة الروح للحراك الشعبي وتفعيل التظاهرات السلمية بزخم مشابه لبدايات انطلاق الثورة الحراك الثوري لتصحيح مسار الثورة السورية وهو تجمع لم يعلن عنه رسميا بعد من المتوقع الإعلان عنه قريبا رسائل من الحراك الثوري تم تسليمها لممثلي قادة الفصائل تبلغهم بدء العمل على تشكيل مجلس عسكري أعلى في كل محافظة وتضمنت هذه الرسائل طلبا إلى قادة جميع الفصائل بالمباشرة في حل فصائلهم والاندماج في المجالس العسكرية فور إعلانها كانوا عم بطلب من النظام يغير نفسه بنفسه يعني حاليا الوضع أكبر من هذه التمنيات في حراك في حالي عم بتصير جيدة بريف حمص الشمالي المحاصر بريف إدلب في توجه ضد الإسلاميين بشكل طبعا السلفي الجهدي حصرا وليس الإسلاميين ببقية الفصائل معظمة يعني هي هذا القوس من الإسلاميين للمعتدلين للمش متدينين يعني ونقلال كثير إذن في حراك في حراك في نفس ولكن هذا مش به السهولة التي تنحك فيها وإعادة تجربة السوريين مع المجالس العسكرية هي تجربة منها لطيفة عملوا كذا مجلس عسكري وعملوا كذا قيادي وأجسام عسكري المشكلة أنه هاي الأجسام لازم تكون متطابقة ومنطلقة من مصلحة من الأرض لا تكون ممثل ومعبر حقيقي طيب إذا حاليا في عندي أني أجساد مشكلة صلى خمس سنين مقاتلي وفصائل إلى تاريخ صار بالقتال كيف دي أجي أطلب منها أنه تغير حالها بعد شبكات النفوذ اللي عند إياها بعد تحكمها بالمعابر بعد سيطرتها وتمويلها يعني فعليا أنا عم بوجه هذا الكلام حاليا لأمراء حرب على الأرض فعليا مش الكلام بالسهل أبدا تجربة حلب الأخيرة كانت كارثية على المعارضة يعني بلحظة من لحظات الميليشيات مطبقة على حلب من كل الجهات شوي أنه تمت تصفية فصيل بالكامل اللي هو تجمع فاستقم كما أمر واللي هو من جيش السوري الحر بعد هجوم كتابة وعمارة ونور الدين زنكي يعني في مشكل بعقل المعارضة كمان هذا واحد من الأمراض الحقيقية العميقة لجوات المعارضة هل في تخوف اليوم بإدلب مثل ما أشار له يعني ممثل الأمم المتحدة دميستوري عندما قال هناك خوف من تحول إدلب إلى حلب ثانية طبيعي طبيعي طيب هاي الميليشيات طب هو الفصائل الموجودين بإدلب من هنا يعني حلق عنا رينج واسع كتير عنا مجال كتير واسع للفصائل اللي هناك عنا حاليا كل مسلحي مثلا الغوطة الغربي اللي طلعوا لهني اللي هجروا من ريف دمشق عنا مسلحي إدلب نفسها عنا إدلب هي موقع قوي كثير لجبهة فتح الشام كمان مركز قوي كثير لجبهة لأحرار الشام يعني في سرعات داخلية بين بعضهم ما في شاك ما في شاك طبعا يعني تجربة حلب بينات أنه الأمور من نسجب من نروح وحدي بالعربي الجديد باستحيفة تناول التنفيذ اتفاق التهجير من حلب وصلت الضوء على وجهتهم المقبلة محافظة إدلب وقال قالت الصحيفة إذا اختارت أعداد كبيرة من المدنيين والمقاتلين التوجه إلى إدلب فسيشكل ذلك مشكلة كبيرة للمحافظة التي يشتكي المسؤولون فيها من عدم توفر الإمكانيات الكافية لاستقبال مزيد من النازحين بعدما استقبلت في الفترات الأخيرة ألاف المهجرين من مدنيين ومقاتلين من مناطق مختلفة في ريف دماشق بموجب اتفاقات مع النظام السوري وكانت مجالس وقرى وفاعليات المجتمع المدني في إدلب أصدرت بيانا قبل أيام أكدت فيه أن المدينة باتت عاجزة عن استقبال المزيد من المهجرين في ظل تآكل بنيتها التحتية بسبب القصف المستمر لقوات النظام والطائرات الروسية للمستشفيات والمدارس والمنشآت الحيوية يعني اليوم هذا الاتفاق الذي تحدث عنه يعني هل فعليا ممكن إدلب أنه تستوعب هلا قريفة بيستوعب أكيد المدينة يمكن معاش فيها بس أنه فيها مخيمات كثير إدلب وخاصة على جانب الحدود السوري التركي في عدد كبير من المخيمات وهلا معظم النازحين حاليا عم بيتواجهوا على إدلب هلق جزء منه ممكن يرجع يروح على ريف حلب الشمالي يعني كمان عم بيعملوا لهم مخيمات هنا يعني غصة غصة المكان فعلا بعدد المهجرين قسرا من كل المناطق باتجاه إدلب هذا يعطي ميزتين واحدة أنه عدد المسلحيين كبير كثير هنا بالتالي المواجهات العسكرية ستكون فعلا عنيفة ثاني نقطة أنه الحدود السورية التركية ما زالت مفتوحة بإدلب فبتالي فيه فيه إمكاني لوصول دعم أو من هاي التفاصيل فبتالي ما رح يكون الوضع مثل حلب تماما إلا إذا نشغل على طريق التقسيم إدلب لقطاعات وحصار أجزاء منه وبعدين الانتقال فيها بجزء جزء يعني برأيك شو هو فعليا الاتفاق التركي روسي ما بعرف يعني يحكي كثير عن اتفاق تركي روسي بس على الأرض يعني بتخيل هو عمليات كثير على كل يعني بكل مدينة فيه اتفاق عم بيصير هيك على ما يبدو تركيا بتصير هي جانب المفاوض عن طرف المعارضة وروسيا هي جانب المفاوض عن نظام إيران يعني هيك اللي عم بيصير بس في تباين صار مع إيران بآخر اتفاق هلق في تباين حتى بين الروس والإيراني بهذا المعنى طبعا في مستوى عالي من قلة الثقة على الأرض في عمليات بتصير كثير قصف أحيانا على مواقع إيراني من قبل طيران روسي إلى خلق منها القصص ولكن هنا حلفاء أكيد يعني مش رحي هتزل ننتقل إلى الكاريكاتور حول هذا الموضوع اشتركوا في القناة تعليقك مازن على أنا بضحكني تعبير ترتقي إلى مجازر أو جرائم حرب يعني هي ما بعرف ممكن لازل تكون تنحط مثلا اللي ترتقي تنحط لأنه ما في الارتقاء كل ما أوسط تطوريا غلط في المظلة الدولية يعني اللي شفناها خاصة أنه موجود بداخلها يعني كيف عم بتم الغرق بداخل المظلة الدولية بالكاريكاتور التاني إذا فينا نشوفها بعد في شيء بيقدر يعملوا الموقف الدولة لا انتهى لا شكرا مازن عزي شكرا لوجودك معنا بكوشك الصحافة نهاية هذه الحلقة زوروا موقعنا على الانترنت العربي دوت تي في كما بإمكانكم إبداء رأيكم ومقترحاتكم على صفحاتنا على مواقع تواصل اجتماعي إلى اللقاء في الغد ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة